اكد اسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعارض البحرين الدولي للطيران اكد ان المعارض السابقة التي اقيمت قد حققت نجاحات كبيرة واصبح اسم البحرين له بصمة على الساحة الدولية كموطن لصناعة معارض الطيران بفضل الرعاية والدعم المحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجهات السامية والرؤية الثاقبة لجلالته وجه اسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الشكر والتقدير والامتلان لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على الدعم والمساندة لانجاح معارض البحرين الدولي للطيران ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وتوجهات سموه الاستراتيجية لانجاح هذا الحدث الهام واشاد سموه بالتعاون والتنسيق المتميز الذي تقوم به وزارة الدفاع وسلاح الجو الملكي البحريني والذي ساهم في تسهيل كافة المعاوقات وحقق النجاح المنشود في الدورات الماضية بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وكل جهة وفرد شارك وأسهم في إنجاح معارض البحرين للطيران طيلة السنوات الماضية والتي تصب جميعها في رفع اسم مملكة البحرين عاليا وتعزز التعاون والعمل الوطني المشترك وساهمت بصورة إيجابية في تعزيز دورة الاقتصاد الوطني وأشار اسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة خلال ترأوسه في قاعدة الصخير الجوية الاجتماع الأول لللجنة المنظمة للدورة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران والذي وقام تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدح في طول الله ورعاه في الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من نوفمبر الفين وثمانية عشر أشار صموه إلى أن الخبرة التي اكتسبت من إقامة كل هذه المعارض أصبحت موضع ثقة للصناع والشركات العالمية في مجال الطيران في المشاركة والحضور والإسهام في نجاح المعارض القادمة بإذن الله كما أن هذا الحدث أصبح له مكانة اقتصادية واستثمارية وتلموية لمملكة البحرين ومقصد هام لشركات صناعة الطيران وشركات الطيران والسياحة الدولية ورجال الأعمال من خلال مشاركاتهم وعرض منتجاتهم بالإضافة إلى عرض آخر ما توصل عليه مجال الطيران لعرضه خلال إقامة معرض البحرين الدولي للطيران مثمنا سموه المشاركة المتميزة من الدول الشقيقة والصديقة والتي أسهمت في نجاح معارضنا طيلة هذه السنوات مثمنين ومقدرين حضورهم ومشاركاتهم وأن يرحبوا بمشاركاتهم في المعرض القادم الفين وثمانية عشر وقال سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران إن تغيير وقت إقامة معرض البحرين للطيران الفين وثمانية عشر سيسهم في نجاحه حيث سيقام المعرض في الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من نوفمبر الفين وثمانية عشر بقاعدة لسخير الجوية وسيشهد حضور عدد أكبر من المشاركين وتواجد أحدث الطائرات المدنية والعسكرية كما سيضم المعرض فرق استعراضات جوية عالمية جديدة لم تشارك في المعرض الماضية بالإضافة إلى المؤتمرات المدنية والعسكرية وتم إعداد برامج خاصة ترفيهية ممتعة للعائلات والأطفال على هامش فعالية المعرض في المنطقة المخصصة لعامة الجمهور كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى قاعدة لسخير الجوية سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وعدد من أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين وفي بداية الاجتماع رحب اسم الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران بأعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع واستمع سموه من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وأعضاء اللجنة إلى آخر ما تم التوصل إليه من استعدادات لقامة معرض البحرين الدولي للطيران والخطط والبرامج التي يتم إنجازها من ناحية مشاركة الدول والشركات في المعرض وكذلك الترويج والتنسيق وترحي المناقصات بالإضافة إلى الدعوات لاستخدام أكبر عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران العسكري والمدني وذلك لاهتمام هذه الشركات بهذا المعرض الهام كما قدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الخطط والبرامج المختلفة والتي ستساهم في إنجاح المعرض القادم وتقديم أفضل المستويات لإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة لتسليط الضوء على المعرض وأنجازه بالصورة الأفضل عبر الخبرة التي تم اكتسابها من إقامة المعرض السابقة مشيرين إلى تقديم أفضل العروض والتسهيلات للشركات والمشاركين وجميع زوار المعرض من الخارج للمشاركة في هذا الحدث الهام في المملكة والذي يعكس الصورة الإيجابية كدولة متقدمة تحتل مركزا مرموقا في صناعة معرض الطيران وقد وجه سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض الطيران الدولي للطيران إلى إبراز المعرض القادم بأفضل المستويات والتي تليق بالخبرة والمكانة التي تم اكتسابها من خلال إقامة المعارض السابقة وبالمركز الاقتصادي والتنموية الريادية التي تحتله المملكة كما وجه سموه إلى توسعة المساحة التي يرتادها المواطنون والمقيمون ومن الدول الشقيقة والصديقة وتخصيص أفضل الخدمات والتسهيلات والبرامج والفعاليات وزيادة عدد الألعاب الممتعة والوسائل الترفيهية للعائلات والأطفال والتي سوف تصاحب معرض البحرين الدولي للطيران 2018 عقب انتهاء الاجتماع صرح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران لوكالة أنباء البحرين بنى إن الاستعدادات لإقامة معرض البحرين الدولي للطيران 2018 حققت تطورا إيجابيا حيث تم حجز 95% من المساحات المخصصة للمعرض والذي سينظم في نوفمبر القادم مشئدا بالجهود التي يبدلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وبتوجيهات سموه السديدة على أهمية أن يكون المعرض القادم نقلة نوعية في سلسلة المعرض العالمية التي تحتضنه مملكة البحرين كل سنتين وقال سعدته إن المعرض حقق نجاحات في الدورات الأربع الماضية واستقطب كبرى الشركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية والاهتمام الذي حضي به المعرض على الصعيد الإقليمي والدولي من قبل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وأضاف أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة فإن وزارة المواصلات والاتصالات قد شاركت في العديد من المعرض والفعاليات الدولية من أجل العمل على استقطاب أكبر عدد من الشركات من مختلف القطاعات المتصلة بصناعة الطيران والصناعات العسكرية للترويج والتسويق للمعرض وبفضل من الله وتوفيقه فقد استطعنا خلال فترة الماضية من بيع ما يقارب إلى 95% من الشالهات للشركات العالمية الكبرى مثل الإيرباس الأوروبية وشركة بوينغ الأمريكية وغلفستريم الأمريكية بي آي سيستم البريطانية ولوكهيد مارتن وتالس الفرنسية ومجموعة نيناردو الإيطالية وعدد من الشركات العملاقة الروسية والتركية والهندية بالإضافة إلى الشركات العديدة من دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونتطلع إلى استكمال بيعها بالكامل خلال الربع الأول من هذا العام وفي الإطال ذاته قال سعادته بأن نظرا لرغبة الشركات الأجنبية المتوسطة والصغيرة الحجم بالمشاركة في المعرض وتوسعة أنشطتها في المنطقة فقد تم مؤخرا توسعة صالة المعرض لمضعافة المساحة المخصصة للعارضين الدوليين إلى 10 ألاف متر مربع وتم تقسيم الصالة لاحتضان أكبر عدد من الشركات حيث بلغ حجم المبيعات ما يتجاوز 70% كما نعمل حاليا للترويج على بيع المساحات المخصصة لكل دولة تمثل الشركات التابعة لها وذلك لتسهيل المشاركة وإعطائها المرونة في توزيعها فيما بينهم حيث تم الاتفاق مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية السودان وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال استئجار المساحات المخصصة